في حديث أمس لمن أركو مناوي حاكم إغليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مناوي أصبح رجل حديث ورجل منصات ورجل ترند في الهجوم وإلغاء الرسائل وإرسال الرسائل من المنصات الإعلامية دائما ما نعرض ونشاهد ونتابع حديث لمن أركو مناوي لكن بالأمس تحدث حديث غريب جدا جدا وهاجم ما سماه بالنخب السياسي ونخب الأسر الحاكمة وقال إنه المجموعات اللي بتتحدث والناس الآن يتحدثون عن حكومة كفاءات قال دا عمل بتاع استهبال من الأسر ووصف بأنها أسر واحدة متحكمة في السودان ونخب وقال إنه بيرفض حكومة الكفاءات لأنه تستسني حركات المسلحة حديث غريب من مناوي في توقيت غريب وهو بقول إنه الأسر دي والمجموعات السياسية دي بمختلفة إذا كان اتحاديين إذا كان إسلاميين إذا كان شيوعيين يساريين علمانيين هم بينطلغوا من يعني منصة واحدة لمجموعات أسرية قال بتلاقوا في النهاية في بيت البكة في بيت العرز وحديث طبعا لو ما أقول إنه عنصرين أقول حديث إسني أو غاب لي ودلش السائد الآن في السودان وفي النهاية وصفهم بأنهم حرامية دعونا كده نشاهد فيديو منناوي ثم نعود وبالتالي إنت دار تجيب لي زول شغال أربعين سنة في خدمة مدنية أنا ما بعرفه دهز بالأمة ولا ده اتحادي ولا ده الشعوي ولا ده البسموت مؤتمر السوداني ولا ياتو لكن طبعا كلهم أولاد أخوات وأولاد أعمام وأولاد ياتو فلان مزوج أخد فلان فلان أمه أمه ياتو فلان وفلان مرض فلان ده كله الحكاية يعني أسره واحدة أسماعها بس مختلفة أسماعها بس مختلفة لكن أسر واحدة يا جماعة أسر واحدة ده استهبال أزول قبل أزول قريفة الاستهبال ده ما بقبل الكلام ده انت داير تجيب ليه أختك شقيقتك وزيرة انت داير تجيني وزير ولا أضو مجلسيادي لكن انت جاي من مؤتمر الفلاني فلان ده جاي من مؤتمر العلاني فلان ده جاي من أم الفلاني فلان ده جاي من كده في النهاية تجي تجتمع في سيوان بتاكرامة واحدة أنا عارفكم هو يا حرامي أنا عارفكم ده الكلام اللي نخنا قلنا ليه مانناوي بقوله بالشكل الواضح انه انتو حرامية يعني أنتم اللي بتكلم عن حكومة نخب وحكومة كفاءات وحكومة القيادات التكنقراط لا ده شغل بتاع حرامي لأنه بيجوا من منطقة معينة وحد يسمى الناوي ده ما صحيح ليه؟ لأنه الأحزاب دي هي مشكلة من كل نواحي السودان ومن دارفور على وجه التحديد اللي بتحدز عنها مناوي إذا كان حتى قيوة الحرية والتغيير وإذا كان الأحزاب الأخرى الاتحادين أو حزب الأمة اللي أغلبته من قرب السودان أو الحركة الإسلامية اللي فيها أكثر من أربعين أو خمسين في المئة من أبناء غرب السودان باحتبارهما كمكونات مناطقية فحديث مناوي هذا ليس له أي حقيقة على أرض الواقع لكن هو بينطلغ من منطلغات أنتم عايزين تشكلوا حكومة من كفاءات معناها من مجموعات أخرى لأننا كنا في الحرب في الوقت الذي يوقف مناوي في احتصام الغصر الجمهوري لإصغاط حكومة الأربعة عشان تأتي بحكومة كفاءات عشان نجي الانتخابات حديث مناوي هذا بأكد على حاجة بأكد على أنه في دربك أصلا في منطق وفي تقديرات مناوي نفسه للأمور يعني هو كان ماشي في اتجاه تشكيل حكومة كفاءات تحول عبر المؤسسات بتاعت الدولة ثم ارتد على ذلك في حين أنه هو حاكم لغليم دارفور كاملا وشاملا فدي بتوريك الأزمة السودانية